أهلا بكم متابعة عزيزة قالتلي أنه بعد حصولها باللغة الألمانية على بيت سفاي لما بيسألها حدا مثلا سؤال بالطريق عن محطة أو شيء بتعجز عن الجواب أو لما بتضطر تتعامل بشكل مفاجئ مع أي شخص بيحكي ألماني بتلاقيها هيك بتلاقي حالها مؤدرة نيترد بتقنلي مع أنه بكون فهمت والموضوع ما بيكون معقد بس مع ذلك ما بيقدر يحكي الحقيقة هي مشكلة شبه عامة يعني متعلم اللغة الألمانية بيعاني من الثلاث مشاكل رئيسية بسببها بيشعر أنه قد ما تعلم ما عم يقدر يحكي وهات السبب يلي خلانا نقوم بإعداد برنامج الألمانية للجميع Deutsch für alle فشو هنن هالمشاكل الثلاثة وكيف حلن هالبرنامج بس قبل كل هات في ملاحظة أنه كتير ناس بتسألني أنه فيديوهات البرنامج ما عم تطلع عندهم البرنامج صار نازل فيه عدد منيح من الحلقات وبتلاقوها ضمن القناة بقائمة تشغيل بعنوان الألمانية للجميع يعني بدك تدخل على القناة وتروح لقوائم التشغيل وتفتح قائمة الألمانية للجميع بتلاقي الحلقات مسلسلة فيها بدءا من الحلقة الأولى بنرجع للمشاكل الثلاثة يلي بتخليك رغم أنك عم تدرس اللغة الألمانية ما عم تقدر تحكي وكيف بيحلها هالبرنامج المشكلة الأولى هي استدعاء الكلمة يعني حتى لو كلمة بتعرفها وقت بدك تحكيها الدماغ ما بيتذكرها يعني ما بيستدعيها بسرعة فبتلاقي حالك مؤادر تحكي والمشكلة الثانية هي فلتر القواعد فبسبب تعقد قواعد اللغة الألمانية فكمان بتحس أنه فيه فلتر بعد ما تستدعي الكلمة اللي بدك تقولها ليطابقها قواعديا فلا بينما تفكر بدك تقول لها قبلها ديم ولا الدين ولا الدير ولا مدرشو فبيخلق حاجز جديد بيبنع النطق والمشكلة الثالثة بعد ما تستدعي الكلمة والقاعدة برضه بتكون أحيانا صعبة اللفظ أو تقيلة على اللفظ فمو بتطلع معك بشكل صحيح أو بتطلع معك وبتحسك الكلمة اللي بعدها كونها كلمة صعبة أو طويلة أو وهو الأهم مو متعود على لفظها مشان هيك عملنا هالبرنامج اللي هو مثل ما بحب أكد برنامج تدريب لغوي وليس تعليم لغة يعني هالبرنامج مو إذا مشيط معه بتبدأ A1, A2, B1 هات البرنامج شو ما كان مستواك بيخليك تقدر تحكي تستعمل جمل طويلة بيصير عندك طلاقة معقولة باللغة الألمانية وتم تصميمه بالاستعانة بمختصين وتم تجريبه وأظهر فاعلية كبيرة لأنه بيحل هالمشاكل التلاتة كيف؟ كل اللغة بالعالم بحاجة لممارسة حتى تتمكن منها ومعظم الناس ما عندهم كونتكت كافي مع متحدثين اللغة الألمانية فبيحكوا شوي بالمدرسة وبعدين كل الوقت بالبيت مع العائلة أو على الواتس أو على التلفزيون بيحكوا وبيسمعوا عربي هذا إذا عندهم مدرسة أصلا لأن كمان بين الدورة والدورة عم يكون فيه انقطاعات طويلة جدا البرنامج ببساطة بيعطيك سؤال وبيجاوب عليه وبيرجع بيعطيك نفس السؤال وبدك تجاوب نفس الجواب يلي سمعته من اللحظة وبيكون مكتوب كمان طبعا بيبدأ بأسئلة سهلة ومع تقدم الحلقات بتزيد صعوبة الأسئلة لأنه بيعتمد على نمو اللغة التلقائي يعني بكل حلقة في كم كلمة جديدة عليك تحفظهم من البداية وعالغالب أنت بتعرفهم سلف بيسألك وبيجاوب بعدين بيسألك وانت بتجاوب هالشي بيصير بدون ما تفكر لا بقواعد ولا بصعوبات تانية وطبعا مع تقدم المستوى بيزداد طول الجمل وبتلاقي حالك عم تنطقها ومن هون بيجي حل المشاكل الثلاثة فأولا بعزز الاستدعاء التلقائي للكلمة اللي بدك تحكيها لأنه بعودك على استخدام الكلمة اللي لا إرادة وثانيا بوقف فلتر قواعد لأن بعودك تقول الجملة كاملة قواعديا صح بدون ما تضطر تفكر ليش هي هيك نقالت فبتصير تحكي قواعديا صح حتى لو ما بتعرف القاعدة وثالثا مثل ما قلنا أحيانا لو بتعرف الكلمة فبيتعذر عليك نطقها لأنه مو مستخدمها لمرات كافية وهون البرنامج عم يخليك تقولها فبتتعود إذا انسألت تجاوب حتى لو بشكل مفاجئ يعني إذا استوقفك حدا بالطريق وسألك تلاقي حالك متعود تجاوب متعود تصيخ جملة صح متعود إذا سمعت السؤال تجاوب عليه مشان هيك هالبرنامج رغم أنه يعني ما بدى البداية اللي كنت مخطط لها وهلا بقلكن ليش بس هو فعال جدا وخاصة للي ما عنده تواصل كافي باللغة الألمانية يعني صغار السن مثلا اللي بالمدرسة عم يتواصلوا بشكل يومي كمان اللي عنده شغل على الأغلب عم بيعتاد الكلام لكن المشكلة بالأكبر سنا أو اللي ما عنده تواصل أو مدرسة حتى لو عم يعمل دورة لكن بتكون محدودة يعني ساعتين زمن ما حكى فيهم خمس دقايق وبيطلع من الجو يعني بعد ما يطلع منها أما ليش البرنامج منطلق بالسرعة والتكامل المطلوب فالحقيقة المشكلة مشكلة تمويل يعني الأشخاص اللي كنت عم بتعاون معهم على تطويره كان من رأيهم أنه يكون مقابل رسم انتساب بحيث لو انتساب ميتين شخص فبيعمل دخل شهري وبيغطي كلفة الإنتاج وإصدار التطبيق على الموبايل وكمان الكتاب لكن بسبب الصراري على أنه يكون مجاني انسحب عدد منهم وصرت عم بتحمل تكاليف الإنتاج وحدي مشان هيك عم ينزل فيديو واحد بالأسبوع وتأخر إصدار التطبيق والكتاب بس مع كل ذلك وقت بشوف تعليقات بعض الناس اللي شعروا بأهمية هالبرنامج بدوا يجربوه من الحلقات الأولى بحس أنه ما كنت غلطان ولازم استمر لكمله للآخر مهما كلف الأمر لكن حتى قبل ما ينزل التطبيق والكتاب فالبرنامج فعال جدا وصار نازل منه حوالي 17-18 حلقة بس مثل ما قلت كتير من يلي بتابعوه ما عم ينعرض عليه هون حتى لو مشترك بالقناة سياسة اليوتيوب ما بتعرض عليك كل يلي بينزل خاصة أنه فيديوهات اللغة موجودة بقائمة تشغيل مستقلة بالقناة مشان هيك لازم تدخل على القناة وتفتح قائمة التشغيل بتلاقي قائمة بعنوان الألمانية للجميع فيها كل الفيديوهات من الحلقة الأولى بالترتيب والأحسن تفعل الجرس شان لم يجيك إشعار بالحلقة الجديدة يعني كمان هي رح تنضم لنفس قائمة التشغيل عند نزولها لتستفيد منها لازم تتأكد أنك بتعرف الكلمات الجديدة اللي بتلاقيها ببداية كل فيديو والجواب بالمرة الثانية أنت بتجاوب بصوت عالي حتى لو لقيت أن الجملة سهلة أو بتعرفها لأن المهم أنك تتعود على لفظها وتتعود على الجواب لما تسمع سؤالها ومثل ما بقول ببداية كل حلقة الخجل عدو التعليم فلازم تحكي بصوت مرتفع وكمان لا تدقيق على اللفظ يعني ما تخجل أن اللفظ مو كتير صحيح إذا ما بيطلع معك لفظ صحيح فنحنا مو ألمان ومو مطلوب منه نحكي الألماني بلكنة بيرفكت ولا الإنجليزي ولا أي لغة شوف لما الأجانب بيحكوا عربي شوف لما الهندي بيحكي إنجليزي شوف لما الصيني بيحكي ألماني عادي أنك تحكي لغة أجنبية بلكنتك أو خصائصك بالنطق أكيد إذا فيك تحكي بيرفكت أحسن لكن موعب أبدا أنك تنطق بشكل يدل على أنك أجنبي وأنك تحاول بكل الأحوال أنك تستمر يعني بعدين هذا الموضوع بالذات فيه خيار وفقوس يعني إذا نطقت اسم بالإنجليزي غلط يا غيرت الله بينما إعلاميين مهمين بمحطات مهمة بينطقوا اسم فلاديمير بوتين غلط بس ما بيتعرضوا للانتقاد معظمهم بيقول فلاديمير بوتين هو لا فلاديمير ولا بوتين اسمه فلاديمير بوتين أنا ثقفت يا ألماني وأنا ثقفت روسية فمثل ما قلت أكيد إذا قدرت تجيب اللكنة لا تقصر لكن لا تجعلها هاجز هاجز يعني وبرجع بذكر فيديوهات الألمانية للجميع موجودة بقائمة تشغيل مفصلة بتحمل نفس الاسم بالقناة والسبب الرئيسي الاستمراري بإنتاج برنامج اللغة هات هو التعليقات اللطيفة اللي عم تجي من الناس يلي شعروا فعلا بقيمة هالسلسلة مشان هيك بتمنى يلي بيحتاجها يستفيد منها دمتم بخير اي نعم اي نعم